أريج بداية صباحنا لليوم مع صوت وكلمة امتزجت حروفه بمياه الفرات السوري فكانت قادرة على أن تعبر ببساطة عن ابن البيئة ابن البلد ضيفنا لليوم يستطيع كلماته وأغاني أن تخبر الكثير الكثير عن حبه لبلده الفنان ابن الفرات السوري صالح سليمان من القامشلي أهلا وسهلا سهلا 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 أهلا وسهلا فيك الله خليك اللي طول عمرك قبل ما نبدأ حديثنا عن لغة الفن حابيني اسمع شي من حضرتك عن التراث الفراتي أهلا وسهلا حاضرين إن شاء الله من عداي من عداي من عداي من عدا عديت أنا عديت عطلا جدامي يا يما من عداي من عداي من عداي من أداي أبارهم وهم عدواني لي وين روحي يما عالحليب الراحي الشمس غابت والعرب مشواحي روحي يما عالحليب الراحي الشمس غابت والعرب مشواحي أنا بديرة والبنية بديرة الي خز ديرة بالعمر يرتاحي روحي يما عالحليب الراحي الشمس غابت والعرب مشواحي واني بتبه والبنية بتبه صدرني ملبه عالصدر لوحي روحي يما عالحليب الراحي الشمس غابت والعرب مشواحي يسلم تمك خلينا نحكيه بالبداية قداش اليوم نحنا قادرين نحافظ على هذا الفن التراث المرتبط بالبيئة لكثير من المحافظات السورية اليوم بيظل يمكن التطور مع الأغاني الحديثة التراث شي ركل من الأركان ولازم نحافظه علي ما نتخلى عنه يعدنا مثل يقول المال أول مال وتالي فأحنا عالطول مش على تراثنا على عاداتنا وتقاليدنا وكل محافظة إلها بيئة أو إلها فلكلور مميز يعني فأحنا القامشلي أو الحسكة أو الدير أو الرقة مميزة لون فراتي بحت يعني اليوم كل قصيدة أو أغنية أو أي منتج هذا بيكون حامل بين سطوره رسالة اليوم شو هي رسالة أعمالك؟ أنا اليوم رح أقدم قصيدة لهلي ولناسي وللي طلع خارج سوريا وللي تعدى على أخوه وابن عمه وخاره وللوطن جميعاً فرق فرق بين التقرب رائد يعيش وفرق بين التقرب طرد مطروت نجونا غراب بس صاروا معازي صرنا الضيوف إحنا وبرات الحدود وقع حظ اللي يالي شنون تندار عقب شفقة لملاقة انقلبة تلسوت راعة الخير راعة الخير يمشي ومطخ الرأس وباللعبة تعلّة بغير مجهوت هيا دنيا وعلينا جارة بحيل هيا دنيا وعلينا جارة بحيل وعلى قصدك يا سوري انكتب محسود يا بالباب المشرع للمظاليم وقبل ما يصيح جارك الصير بارود وقبل فيك ملاذل كله لوطان عجب هسه لوطان مقفلة لحدود اشتغير يا ناس اش صار بنفوس الاخو ياكل خويه بغير منقود عياله مطشرة بكل المحطات وكل يوم بوطننا انودع ورود والسوري اللي بطبعه بعفة الكون زرع طيب وطلع بالتالي محسود زرع طيب وطلع بالتالي محسود ارحل يا غريب ارحل يا غريب وخلنا نرتاح ارحل يا غريب وخلنا نرتاح ترى وجودك برضنة ماهو محمود ملينا وتعبنا من حج الناس وعلى ديرة اهنة يا متنعود على ديرة اهنة يا متنعود يسلم هاتم خلينا نحكي قداش فعلا من خلال هذا الفن قادر يمكن توصل الوجع الحقيقي الصورة الحقيقية اللي عم يح... الشي اللي عم يصير عنا بالبلاد الفنان انا بعده متل المقاتل لازم يتعب كثير على شعبيته يسمع صوته يخلي يحس كل مواطن اللي فيه من الحنان الحنان الحب للوطن لازم يقدم الفنان الفنان رسالة وهي رسالة ما تموت يا هل ترى ماتوا عبد الحليم حافظ او مكلثوم او فلد اطرش احيا الفنان لازم يقدم ولازم يضحي وانا من هلم الاخبارية ادعو الفنانين السوريين اكثر اكثر لازم يقدم لانو انا اتذكر بالعراق يومية كل مصباح بشارة يقدمونهم اغني اغنيتين احنا مقصرين تجاه بلدنا صراحة سالح يعني وقتا نقدم مادة اغنية او بقصيدة متل ما حكينا قبل شوي وقتا تكون بتلامس روحنا بتلامس واقعنا بتلامس كل الظروف اللي عم المرفية قداش بتحس انه هي رح تكون يمكن قريبة اكتر لقلك خاصة عبر كتابتك لبعض القصائد وبتسعى حضرتك لهالشي طبعا التقديم الكلمات مو بس لصالح سليمان لكل العالم تحس بالطمأنينة انه هذا قدم شيء الفنان تعب راح اجه جمهور بدو العالم بدهم حتى لو يكون ظروفنا هالظروف لكن احنا ما نسامحان اذا ما قدمنا اذا ما قدمنا شيء لبلد ابدا طيب فينا نسمع شيء كمان نسمع صبرا يا راح نقدمكم قصيدة وبعدين قصيدة بعدين صبرا يا شعب مهيوب احنا مهيوبين رب العالمين ارحم باشر تضحك الايام كل شدة وتزول وهم صبرا شدة وتهون بس كون الوطن ميمول صبرا والعواذ تروح محروس الوطن يسلم صبرا يا شعب مهيوب اهل البيت وياكم ابن صر الله وعلي الكرار لا ما يضيع مسعاكم صبرا شدة وتهون بس كون الوطن ميمون صبرا والعواذ لتروح محروس الوطن يسلم صبرا يا شعب مهيوب رب العرش حاميكم لان انتم شعب جبار وعين الله تواسيكم وعين الله تواسيكم يسلم ان شاء الله كمان نسمع اغنية من حضرتك من التراث الفراتي وعدنا فيها رح اقدم اغنية مو فراتية وطنية تفضل قد العد وشوفش قد صبري نحن واليا حد قد العد وشوفش قد صبري نحن واليا حد ذني داية كل شي لبي ذني داية كل شي لبي مثل المدفع من يشتاد مثل المدفع من يشتاد لا صهيوني ولا كل شر يقدر عليانا ويقهر لا صهيوني ولا كل شر yقدر عليانا ويقهر كل شي حتى الشجاري كل شي بداري حتى الشجاري كل شي بداري نار الصيل ومات برد عدى العدى وسموا بالله مبروك الناصري والله عدى العدى وسموا بالله مبروك الناصري والله أرض تنادي أرجال بلادي أرض تنادي أرجال بلادي والعائل ما يوصل حد والعائل ما يوصل حد سلام عليك دعنا نتحدث معك عن الفن الفراتي ما يميزه عن باقي الفن يعني من خلال اللهجة واللكنة ما نحن نسمع اللون الفراتي يميز هو اللكمة نحن نتميز أظنني بدأت الحديث تسولفنا أنه كل محافظة أو كل لون ولكن الفراتي له لون طبيعته نحن متأثرين باللون العراقي اللون العراقي يعني يؤثر علينا سوالفنا حاجينا خلينا نبلش بالكلام هذا فلون فراتي مميز كلمات مميزة أنا ما أعد أن أعد بس إحساس جداً عالي بتحس وهو طبيعته عالطول لحن طبيعته اللون اللي عدنا كفنياً متأثر علينا الحزن أكثر من الطرب نبرت الصوت يمكن تلمسه تلمسه راح نسمعكم شوية من الأغاني الفراتية خلاله يرايحين الهلي يرايحين الهلي يا منهلي هاكم يا يمه هاكم 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 مواويني هاكم عذاب القلب يا ولو ولا أعطوني سهر ليله ريت المرض بالعفين والله يا خيريتي المرض بالعفين ولا أصابكم يا عزاز أنتم سناد الظهر يا يمه ولو لشافتك نعتمو نعتمو أفف مرة ولا أسلمه مرة ولا أسلمه من يمنا فاته أترك راعهم بعد يا قولي ولا أجعلهم مع المهو المهو أهو 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 شكرا لألك وعن جدة يعني كلمات أوقات بتحسيها بالفعل بتلامس الروح وخاصة يعني إن كان القصيدة الوطنية اللي حضرتها كلتا اليوم يعني وين دور الفنانين اليوم بالحفاظ على هل ترات بالحفاظ على الفن الأصيلي؟ الفنانين لازم أنا بداية الحديث نحن لازم نجهل لازم نتعب لازم نروح لازم نجي أنا عدم المؤاخذة يعني حتى بأثناء الأزمة بالألفين ودعاش وألفين واثنعاش ورغم كل الظروف اللي مريت نحن فيها يعني سوريا عامة يعني ما قطعت وأجع الشام وأفوت على الإذاعة وتلفزيون وأقدم خدمات لهم وكانوا مشكورين حتى صوروا لنا أغنية سوريا أنت الأمجاد محمية بكل الأبعاد مهما عدوا من أعداد الجيش السوري بالمرصاد فما ظلت أنا بالقامش لي قاعد وكذا وحرب وما عف شون لا لازم يتعب الفنان على على مكانته وهذه الأزمة أنا عدها هي عبارة عن اختبار اختبار لأي شخص للمواطن الشريف يظل ثابت صامد رزين قوي متين لحتى ما يقف عند الأم اللي رضعته ملايين السنين وتعبت عليه لحتى ما يقدم لها شي جزء بسيط حتى لنفرض هاي واحد بنا من المواطن السوري ما احترامي لهم يكون أمه مرضانة يا هل ترى ما يوديها على الدكتور ما يعالجها ما يقول شو وجعش يا أمي فأمنا تعبت علينا واشربنا من الأربعة وثمانين أنا مارس الفن وثمانة وثمانة وثبعين كنت طالب صف سابع شربنا الشبيبة والطلايع والبعث شربونا من حليبهم فلازم نحن نكون صادقين معاهم وعلمونا على الصدق صالح سليمان الفنان ابن الفراد شكراً لوجودك معنا شكراً له الكلمات يمكنني طلعة أن القلب وصلت يمكن لكل وجدان سوري شكراً كتير أنا أشكركم جزيلاً شكر وأشكر الإخبارية وأشكر كل من سهم معنا بالبرنامج هذا شكراً جزيلاً لكم شكراً للمشاهدة